يطيب لنا أن نستضيف عبر الهاتف الشيخ عبدالله عامر العجمي من جمعية الرحمة العالمية وهذا الحوار السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله الشيخ عبدالله أسعد الله صباحك صباحكم الله حبثكم بسم المستمعين الكرام وأسرة البرنامج نجدد لك التحية من خلال هذا الحوار الطيب معكم الله حيكم أسلوكم يا مرحبا والله بحكم عملكم الخيري والإنساني ماذا عن واقع قطاع غزة وما هي أهم احتياجاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة بالمتقين ولا عدوانة إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم ودد وبارك على نبيان محمد وعلى آله وصحبه ومن أهدى بهدي وسن بسنته إلى يوم الدين بالبداية أشكر إذاعة القرآن الكريم عليه تحت هذه الفرصة لنا في الجمعيات الخيرية لإظهار الجانب المشرق الوضاء من العمل الخيري الإنساني في بلاد الكويت وأصبحهم وأصبح أخواني المستمعين والمستمعات والمحسنين والمحسنات وأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولهم الحسنة وزيادة العمل الإنساني في غزة الشديد المأساوية والأوضاع الإنسانية بالقة الصعوبة والخساء البشرية والمادية غير مسبوقة هذا اليوم أخي الفاضل هو اليوم الخامس والعشرين للحرب على غزة ليلهم نهار ونهارهم لي الله المستعان الإحطاءات تشير إلى أكثر لأكثر من ثمان ألاف شهيد بينهم ثلاث سلاف خمسمية طفل رحمهم الله وأكثر من ألفين امرأة مأساة كبيرة حقيقة في هذا القرن قرن الحضارة والرطي والتقدم بالإضافة إلى أكثر من عشرين ألف جريح ومليون ورحمية ألف نازح إنها كارثة إنسانية بما تعني الكلمة نحو مئة وتسعين ألف وحدة سكنية تضررت بشكل جزء وتسع عشرين ألف وحدة سكنية هدم كلي أو غير طالحة السكن بالإضافة إلى حوالي أربعين مسجد تم هدمه وغيرها من المستشفيات والمراكل الصحية التي أصبحت هدفاً للقصف ما بين هدم وتحديد بالقصف على رؤوس المرضى والمصابين فالواقع شديد الصعوبة والألم وأهم ما رصدناه من احتياجات لأهلنا في غزة هي المساعدات الطبية والجراحية العاجلة نقدم لها الأولوية لكثرة المصابين والجرحى كذلك احتياج احتياجهم كبير جدا للوقود المهدد بالنفاذ ومياه الشرب التي تشهد انقطاعاً كبيراً في أحياء القطاع المختلفة إلى جانب القذاء ومستلدمات الإيواء وفي هذا المقام وقبل أن نهيب بأهلنا الكرام للتبرع نتوجه نتوجه جمعية الرحمة العالمية لأهل الكويت حكومةً وشعباً على فزعته مباركة ودعمه الإنسان المميز لأهل فلسطين كتب الله أجرهم وتقبل منكم وجعل ما تقدمونه لأهل غزة في موازين أعمالكم وحفظاً للبلاد والعباد ونجدد لكم الدعوة للتبرع لإيقاثة أهلنا في غزة فالأوضاع تحتاج مننا الكثير والكثير وأنتم بإذن الله أهل البذل والعطاء والخير والمعروف نسأل الله عز وجل أن يفردنا عنه نعم آمين يا رب العالمين إذن هذا واقع قطاع غزة في فلسطين الحبيبة نسأل الله تعالى أن يرحم موتاهم وهم شهداء بإذن الله ويشفي مرضهم ويحفظهم طيب شيخ عبدالله ماذا عن أهم المساعدات التي قدمتها الرحمة العالمية خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية لأهلنا وأشقائنا في غزة الحمد لله منذ اليوم الأول وزعية الرحمة العالمية مستنفرة بهذا الخصوص وعلى أهبة الاستعداد بالتنسيق مع وزارة خاردية ووزارة الشؤون مشكورة قامت جمعية الرحمة العالمية منذ اليوم الأول العدوان على تطاع غزة في اطلاق حملة صغاثة عاجلة لدعم الجرحة والمصابين والنازخين في المدارس جراء القصف والدمار تحت شعار غزة نادي قدمنا من خلال المساعدات لغاثية وإنسانية على عدة محاور المحور الأول محور الدواء فقمنا بتقديم سيارة الإسعاف لنقل الجرحة والمصابين لمناطق القصاع المختلفة وقدمنا الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة من ضماد وقطن وشاش وأدوية ومواد تجبير العظام وأسرها لمستشفى الكويت التخصص التابع للرحمة العالمية في غزة كما قامت الرحمة العالمية بإجراء العمليات الجراحية لمئات مصابين كما قمنا بتزويد مستشفيات الوقود اللازم لتشغيل أجهزتها ومرافقها المحور الثاني محور الإيواء لكثرة النزوح بعد القصف وتهديم البيوت قام جمعية الرحمة العالمية بالتعاون مع جمعيات الشركة في خطاع غزة بتزويد النازحين في المدارس في المستزمات المعيشية كالفرش والبطانيات والمراكب السنجية وبعض أواني المنزلية المحور الثالث الغذاء والماء فبدعم أهل الخير استطعنا توزيع الطرود الغذائية التي تحتوي على البقوليات والمعلبات والسكر والمكونات الغذائية الأساسية الطرد الواحد يكفي الأسرة لمدة 15 يوم إلى جانب توزيع الخبز اليومي على آلاف الأسر كما وفقنا الله تعالى لتوفير تناكر المياه الصالحة للشرب وإصلاح الأبار ومنحطات تنقية المياه التي تعطرت بسبب الحر نعم طيب الشيخ عبدالله عامر العجمي من جمعية الرحمة العالمية ماذا عن المحسنين والمتبرعين في دولة الكويت هل هناك تجاوب في دعم ومساعدة إخواننا في غزة فضلوا عز وجل يعني أهل الكويت منذ الأدل وهم أهل فزع يعني ما تحصل تارثة ولا يعني أمر وحاجة الفقراء والمسكين في شتى أفقاع الأرض وإلا أهل الكويت يهبون هبة رجل واحد يعني 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 يغيثون الملحوف والمكروب في أي مكان يعني لا ينظرون إلى جنسة أو لونة أو دينة إلا لما هي فزعة إنسانية فزعة علمنا عليها ديننا الحنيف وهذا الإسلام العظيم إسلام الرحمة إسلام السلام والخير والبركة والسعي لنيل مرضات الله عز وجل ولنيل الحسنات التي ترفع الإنسان يعني إلى إلى جنات النعيم أخوي السعي في حاجة الناس ومسائغة المحتاجين والمكروبين دليل على طيب المنبد نعم ونقاء الأصل وصفاء القلب وحسن السريرة وربنا وربنا سبحانه وتعالى يرحم من عباده الرحماء ارحمهم في الأرض يرحمكم من تستمع وإن كان هناك في مجال لتوجيه لإخواننا المحسين والمحسينات وهم أهل حقيقة ولكن هذا باب ذكر فأن ذكر تنفع المؤمنين الله سبحانه وتعالى يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إننا خاف من ربنا يوما عبوسا وقنطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما طبروا جنة وحريرة هذه العاقبة لمن أحسن ولمن قدم ولمن وقف خلف أخواني يكفر 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 اليتيم ويغيث الأرملة ويعين المحتاج والله سبحانه وتعالى قال وحسن على المسارع فقال وثارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعزة المتقين من المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء وقال الرسول صلى الله عليه وسلم واليد العليا خير من اليد السفلة والرسول صلى الله عليه وسلم قال أنفق يا ابن آدم أن الله حديث قصي قال أنفق يا ابن آدم ينفق عليك إذا جادت الدنيا عليك فجد فجد بها إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طررا إنها تتقلب فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البحر يبقيها إذا هي تذهب نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعل يدنا عليا ولا يجعلها سفلة عمين يا رب العالمين ما من شك يعني أن المستمعين والمتبرعين والمحسنين أنهم استشعروا المسؤولية تجاه إخوانهم في غزة ليقدموا لهم يد العون ويد المساعدة بحب وإخلاص وتقرب إلى الله تعالى وما من شك أن هذا من أفضل الأعمال طيب شيخ عبد الله عامر العجمي من جمعية الرحمة العالمية كيف يمكن للمتبرعين والمحسنين الكرام التواصل معكم للتبرع لحملة غزة نادي الحمد الحمد من كل أن المتبرعين الكرام التواصل معنا في لهاتي الحملة حملة غزة نادي من خلال موقع الرحمة العالمية خير أونلاين وكذلك منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية بالإضافة إلى خط الساكن اللي هو 1-8888-808 أو عبر طروع الرحمة المنتشرة داخل الكويت سائلين المولى عز وجل في مادة من المتبرعين الكرام وأن يدعى أعمالهم في مزان حسناتهم أي مادة وأسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا في غزة أن ينصرهم على ما هم فيه من ضعف وأن يغنيهم على ما هم فيه من حاجة وفقر وأن يمكن لهم على ما هم عليه من عدل وأن يعزهم على ما هم فيه من دلة وأن لا يجعل العدوهم عليهم يده والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون ونسأل سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الكويت برها وبحرها وجوها صلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة